نروح لنادي الزمالك أبدأ معك أستاذ عز يعني من وجهة نظرك لماذا وقع الاختيار على فريرة لعودته للزمالك ورأيك في هذا الاختيار أولا يعني فيه إجماع من المحب الزمالك ومنتمين ليه أنه هذا الرجل أولا فيه تفاؤل به لأنه آخر حد جاب ثنائية للزمالك سنة 2015-2016 وفي وقت قياسي جدا فترة اللي عادها كانت تسع شهور ويمكن أقالي وجاب فيها الدوري وجاب فيها الكاس ولم يوفق في الكونفدرالية ولم يوفق في السوبر أمام الأهلي فده كان السبب المباشر أن يمشي يمكن لو كان قاعد ساعتها وكمل كان بنى على الانطلاقة اللي كان قام بيها وكان كمل كويس لكن الظروف خليته يمشي المهم يعني العودة أنا بعتقد أنه هو يعني صحيح سنه كبير لكن خبرته في المنطقة العربية وجوده أربع سنين مع الساد القطر